السلام عليكم كما تعلمون في نهاية هذا الأسبوع ظهر هناك حديث أو تم هناك تركيز إعلامي عالمي على غرق غواصة تابعة لشركة أوبنغيت هذه الغواصة التي تم الإعلان على وفاة يعني جميع الركاب داخلها يوم الخمس في هذا الفيديو سوف أوضح لكم أن غرق هذه الغواصة كان الهدف منه هو إلهاء المجتمع الأمريكي نعم هناك غرق للغواصة هذه الغواصة التي كان داخلها تقريبا خمسة أشخاص نزلوا إلى أعماق البحر من أجل التقاط صور أعتقد لي بقايا سفينة التايطانيك هذه الغواصة التي وصلت إلى عمق 12 ألف قدم أو تقريبا ثلاث كيلومترات ونصف أو أربع كيلومترات وفي الأخير يتم الإعلان على يعني أن جميع الركاب توفو إلا شخص واحد وهذا يجب أن نسطر تحت اسمه وهو كايل بينغام هذا الشخص الذي يشتغل في هذه الشركة والذي كان من المفروض أن يكون داخل هذه الغواصة هذا الشخص الذي هو مدير ومسؤول عن المبيعات في شركة أوبنغايت منذ سنة 2019 وفي آخر لحظة قبل ركوب الأشخاص الآخرين إلى الهواصة سوف يتم إخباره يعني رئيس التنفيدي والذي توفى في هذه العملية لأنه هناك اجتماع طارئ ففي آخر لحظة يعتبر هذا هو الناجي الوحيد هذا الشخص الذي لاحقا ربما سوف يتم منادته عليه من أجل المزيد من المعلومات بخصوص هذا الأمر هذا شخص يجب متابعته أي شيء جديد في هذه الحلقة في هذه القضية لاحق كذلك يجب أن نعلم أنه المدير التنفيدي لهذه الشركة وهي أوبنغايت وهو ستاقطن راش هذا الشخص اعترف أيام قبل بدء الرحلة أنه أو عفوا في سنة 2021 تحدث على أنه قام بخرق العديد من القواعد في بناء هذه الغواصة وأنه يريد العالم أن يعتبره يعني مخترعا هذا الشخص الذي تلاعب بالعديد من القواعد أعتقد السلامة من أجل صنع هذه الغواصة وفي الأخير يكون من بين يعني ندينا توفو في هذه العملية على كل حال كما قلت هذه القصة تم التلاعب بها لأسباب أعضاء الأمر موجه للناس المقيمين في أمريكا لكي يفهموا يعني كيف تم التلاعب بهذه الأحداث وما هي الأحداث التي تم التغطية عليها وتم التركيز فقط على قصة الغواصة أولا كان هناك حديث يوم الاثنين الماضي عن أن الغواصة فقدت يوم الثلاثة سوف يتم الحديث على سماعي دوي انفجار أو صوت قوي يوم الأربعة سوف يتحدثون على أن الركاب سوف يفقدون الأكسجين ويوم الخامس سوف يتم الحديث على أنه تم توصل إلى الغواصة وأن الفريق بأكمله قد توفير البحرية الأمريكية تعلم أن الغواصة انفجرت يوم الأحد الماضي يعني تقريبا خمسة أيان قبل الإعلان الرسمي على وفاة ركاب هذه الغواصة فالبحرية الأمريكية كانت تعلم أن الغواصة يعني انفجرت يوم الأحد الماضي لكن لإلهاء الأنظار الأمريكيين لم يتم الحديث على هذه الأمور إلا ليوم الخميس الماضي فما هي الأحداث التي تم التغطية عليها لإلهاء أنظار المشاهد الأمريكي أولا هناك الرسائل الإلكترونية بين بنك جيبي مورغان شيس وهو أكبر بنك في أمريكا وبين جيفري إبستين هذا الشخص الذي تحدثت عليه في الحلقة ماضية وقلت بأنه كان يستغل قصره في جزر العضراء من أجل القيام بحفلات يقوم من خلالها بمنادات على مشاهير على رؤاسة على مسؤولين أمريكيين على يعني مشاهير العالم من أجل حضر إلى قصره وتقديم بعض الفتيات القاصرة لهؤلاء وكان هناك فيديو ووضحته لكم أنه كان الكونغريس يخطط للمنادات على المدير التنفيذي وهو دايمن رئيس التنفيذي جيبي مورغان وهو أكبر بنك في أمريكا لتوضيح علاقته مع إبستين لكن في هذا الأسبوع تم الحديد على أن هناك رسائل إلكترونية تم الإفراج عليها تبين علاقة البنك مع هذا الشخص وأن هناك 47 مليون رسالة إلكترونية فقدت ليتم تغريم البنك 4 مليون دور يعني هناك 47 مليون وثيق الرسالة إلكترونية يعني اختفت وبالتالي سوف يتم تغريم البنك 4 مليون دولار 4 مليون دولار لا شيء أمام ما وقع النقطة الثانية والتي تم وضع قصة الغواصة من أجل عدم تركيز عليها وهو أنه كان هناك تخطيط للتصويت من أجل عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مجلس النواب أو على الأقل محاولة التصويت على العزل هذه كذلك من الأمور التي كانت ربما سوف تقع في هذا الأسبوع كذلك إعلان قيام وزارة الدفاع الأمريكي أو البنتاجون بالحديث على أن هناك 6 مليار دولار إضافية تم إرسالها إلى أوكرانيا بالخطأ بعد ذلك بأيام سوف نشاهد ماذا وقع مع مجموعة فاغنر ومحاولة الإنقلابية الفاشلة على النظام الروسي أو نظام براديمير بوتين وآخر لقطة أريد التركيز عليها وهي المتعلقة بابن الرئيس الأمريكي والتي وافق على التماس بخصوص صفقة مع مصلحة الضرائب لأنه يقال أنه اعترف بذنبه في عملية تهرب ضريبي وكذلك تهمة حيزة السلاح بدون رخصة واختفاء بعض شهود العيان في هذه القضية المتعلقة بمساعدة بكتب تحقيقات الفيزيرالي للتغطية على ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن فهذه كلها أحداث كانت وقعت في هذا الأسبوع لكن لم يتم التركيز عليها بل تم التركيز فقط على قضية الغواصة من أجل إلهائنا وإلهائكم لأنه جميع من السلطة وصل الاجتماعي تحدث عن الغواصة تتحدث عن الغواصة المؤامرة ماذا وقع الغواصة؟ لماذا قتلها الأشخاص؟ لكن هناك أخبار هناك أمور يتم تمريرها وعديد من الناس لا تركز على هذا الأمر فتذكروا حينما يكون خطب هكذا أو أمر هكذا فيكون فقط للإلهاء لأنه هناك معلومات أخرى أو أحداث أخرى لا تريد وسائل الإعلام ولا يريد المسؤولون في أي دولة أن يتم التركيز عليها فيتم إلهاءنا ببعض القضايا التي لا تنفعنا يعني هناك أشخاص دفعوا ملايين من الضرارات فقط للذهاب في رحلة داخل البحار من أجل التقاط صور مع تايطانيك فهذا الأمر بماذا سوف تنفعني أو تنفعك أو تنفع أي شخص؟ لكن كما قلت هي عملية للإلهاء فقط شكرا لكم والسلام عليكم